السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السؤال الثالث لا يجبك باخره دكتور كان سمعوا ان الصداقة على الميت يعني بالاسم بالاسم بالميت وهل يجب الصداقة بالاسم شي شخص باقي حي باقي يعني علاقات الحياة هل يجب صداقة بالاسم دياله او لا وشن الفضل هالصداقة هذي يا ربي يا كريم بإذن الله تعالى دكتور ادعى معي الله يجبك بيخ خير ودعم معي الوالدة ديالي عينا شوية يا ربي الله يشفيها ويعافيها يا رب عندها وحد مشكلة في العين اللي صار حارت معي الاطباء ومع ذلك ما كان شي شي امل بالشيفاء العين دياله تشمل كده كدهذهب يا ربي تشفيها وتعافيها يا رب ونشطناها بزاة ونبسطاها وما كرهت شي 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 حال يا ربي الله يجب الشيفاء يا ربي يا كريم اللهم امين يا رب شكرا لك فاطمة الزهرة من وزان وتحية كبيرة لإقليم وزان لإقليم الرباني لإقليم الطاهر والنقي والصفي وأهله طيبون للغاية سبحان الله العظيم لماذا زروزان وما عرف خيرها وكلام من زيتها وشرب من ماءها أرد طيبة وأهلها طاهرون مؤمنون ربانيون شكرا لك يا فاطمة الزهرة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله لنا فاطمة الزهرة السؤال الثالث المتعلق بالصدقة هي كتكون على الميت أين عم تكون على الحي صدقة على الميت إذا ما تبدو آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها صدقة جارية صدقة في العرف العام تعطى للأموات لكن أيضا تعطى للأحياء عندك ولدك خيف عليه من الانحراف كنت تعلي الله بالهداية وكنتصدق عليه عندي واحد من لها إلى مريض ساقيم غير عملية جراحية كندر الإجراء الطبية وكنتشوف أحسن طبيب أحسن مشتشفى ولكن أتصدق عليه وهو حي عندك بنيتك الدوز امتحان خيف لا من الرصوب كنت ندعمها بالنجاح وكنتصدق عليها كنتصدق على الأحياء طربا للنجاح وطربا للفوز ودفعا للبلاء ودفعا للمتاعب فالصدقة تكون على الحي كما تكون على الميت وأسأل الله الواحد الأحد أن يشافي والدتك اللهم ارزقها الشفاء التام والصحة والعافية الكاملة وأسأل الله تعالى أن يكرمك وأختك بأزواج صالحين طيبين مباركين اللهم آمين يا أرحم الراحمين كان بغير نذكر في ختم الحلقة أخونا عبداللطيف اللي ذكرنا يوم الجمعة صباحا في برنامج الدين والحياة أنه كان اتصل من غرفة العمليات وأنه غير عملية جراحية وخطيرة جدا خطيرة ونسبة النجاح فيها ضئيلة ضئيلة جدا ودهك المرض قاله الطبيب ناذر جدا وغامر ومن اللي بغير غامر را كان تصل قبل ما يدخل غرفة العمليات وطلب من أن يدروا لي واحد دعوة واحد فتحة بالشفاء والحمد لله داروها الناس كلهم بالشفاء العجل ورات تصل بنا قبل لحظات وغأخبرنا بأن العملية ناجحت وتكللت بالنجاح الجيد وأنه الآن في وضعية حسنة مباركا وكي يشكر جميع من دعوا معاه وكي يتمس منهم المزيد من الدعاء حتى يخرج سالما غانما فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم نسألك أنت شافي يا أخانا عبداللطيف اللهم شافيه وعافيه اللهم بدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه وعظما خيرا من عظمه وجلدا خيرا من جلده اللهم شافيه وعافيه رجل بسيط أجرته ضعيف جدا ويعيش على الهامش ولكن عنده واحد سر أشنو السر دي السعب لطيف رأيش بالإنعاش يعني كيتخلص بالإنعاش والإنعاش كي يخضو نسحة 1500 درهم وده بالأدد اللحظة كنتكلم معاكم رأيه في الإنعاش بملايين لكنه نجاه الله تعالى وخرج سالما إذا سألتموني أشنو السر السر أنه مرض الولدين واللي مرض الولدين عمرو بخيب لذا كانوا السوج الجميع كل وعدة الله في والده رأي الساعة الصعيبة والساعة الوعرة والساعة اللي فيها الأزمة ربي عز وجل لك يقول ارحموا عبدي لبره بوالديه ارحموا عبدي لإحسانه بوالديه فاللهم يا ربي ألهمنا جميعا بر الولدين والإحسان إليهما حتى نلقاك وأنت عنا راضي آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله